اشتركوا في القناة لحد ما موت أسفي ده ولا هيعمل حاجة ولا هيرجع حاجة بس أنا مملوكش حاليا غير الأسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وده برنامج جديد أي برنامج جديد دي؟ طب والله ممكن تكون برنامج جديد ولا حاجة محدش عارف بس حاليا ده برنامج الراوي أنا إلى حد ما تحسنت شوية وتقريبا نقدر أسجل تاني فدي أول قصة بعد البرد أتمنى تعجبكم القصة مستوحاية عن أحداث حيائية والأحداث الحيائية اللي فيها أكتر بكتير من اللي احنا استوحناه بمعنى أن احنا نقدر نعملها على أنها قصة حيائية بعض الحاجات البسيطة جدا جدا هي المستوحاة ولكن بقى القصة حيائية يلا ما نضيعش وقت علشان نسمع باقي الحكاية بقى الموضوع يا سيدي بدأ من عزى أبو واحد صاحبنا اسمه طارق كان عزى والده في اليوم ده وكنا كلنا وقفين جنبه أنا وبالمناسبة اسمي أيمن وصاحبنا التالت اللي احنا كنا ما بنتفرقش أبدا عمر كنت أنا وعمر وقفين طول اليوم مع طارق وما فرقناهوش لحظة اليوم كان عزى عادي ولكن طارق ما كانش باين عليه الحزن الشديد هو كان آز علان طبعا وكان منهار في وقت من الأوقات ولكن بعد نص اليوم تقريبا ابتدى يباني نواسر حان وشارد ومش مركز معانا خالص طبعا كلنا قلنا يعني هو ربنا يعينه والده توفى ودي حاجة حقيقة بتكون صعبة جدا فهو ربنا يكون فعونه المهم على نهاية اليوم وبعد ما العزى انتهى الناس كلها مشيت أنا أصريت بصراحة أنا وعمر إن احنا نفضل مع طارق يعني الصاحب ما بيحتاجش صاحبه غير في الأوقات اللي زي دي فضلنا عاديين وطارق زي ما هو شارد ومش معانا مش مركز لحد ما بعد تقريبا ساعة من الناس ما مشيت بدأ طارق يرجع ويفوق تاني ويتكلم معانا بدأ يولع سجاير ويتكلم والحقيقة الكلام كله كان غريب لحد ما ما كانش بيتكلم بحزن زي ما كنا متخيلين كان بيتكلم على إنه الفترة اللي جاية هتكون مديا صعبة وإنه عليه ديون كتير والفترة اللي جاية دي هتكون صعب عليه بما أنه هو الولد الوحيد في أخواته والحقيقة كان بدري شوية الكلام في الموضوع اللي زي دي ما اعتقدش إن الحزن خد وقته أبدا مع طارق بسرعة بدأ يفكر هيعمل إيه في الديون وهيتصرف إزاي في ممتلكات أبوه ورث أبوه واللي بالمناسبة وبكلامه هو ما كانش حاجة كبيرة يعني زي ما بنقول هو ورث وديون مش فلوس كلام طارق كان سابق لأوانه كتير بالنسبة لي حسيت إنه هو مش وقته إن احنا نتكلم في حاجات زي دي ولكن هو كمل كلامه قاعد يقول إنه هو مش عارف يتصرف وإنه الوضع اللي هو فيه ده ما يسمحلوش إنه هو يقدر يسدد الديون دي كلها ومن الآخر كده محتاج معجزة قعدنا نطيب بخطره وسيب الأمور دي على الله وما تشغلش بالك بها دلوقتي وإنه إن شاء الله ربنا يحلها من عنده وطلع إنت بس نام علشان والدتك أخواتك هم محتاجينك دلوقتي إنت دلوقتي راجل البيت وإنتو البيت عندكو بسم الله ما شاء الله يعني بيت عيلة فإنت محتاج تاخد بالك من أهلك ومن بيتك أكتر سبناه فعلاً وقلنا له بيتك أولى دلوقتي ومشينا ممرش تقريباً أسبوع أو أقل كمان من أسبوع حوالي أربعة أيام ولايت طارق بيكلمني إنه عايز يقابلني أنا وعمر فطبعاً رحنا له على طول رحنا تقابلنا في مكان كده هو اللي كان قيل عليه مكان بعيد شوية عن المنطقة اللي احنا ساكنين فيها هو شارع كده كنا احنا متعودين نلعب كرة في ملعب قريب من الشارع ده بس كان شارع يعتبر فاضي مفيش حد بيعدي منه والمهم رحنا تقابلنا عمر كان متوقع إنه هو هيتكلم في موضوع الورث والديون ده كان قيل لي وإحنا جايين إنه تقريباً كده طارق كده مش متزبط شكله بسبب حوار الديون والفلوس اللي عليه فأكيد هيتكلم في الموضوع ده وبالفعل طارق فعلاً هيتكلم في موضوع الدين ده ولكن هيتكلم في حاجة تانية أغرب كتير كتير جداً بدأ يقول إن أبوه قبل ما يموت في أيامه الأخيرة يعني كان بيتكلم معاه هو تحديداً عن حاجة محدش عرفها خالص فعلتهم ولا حتى بر علتهم موضوع كان ما بينه ما بين أبوه اللي رحمه فقلت له خير يا طارق يعني زي وصية يعني رده قال لي هي تقريباً وصية بس وصية مهمة وإنتوا هتساعدوني في تنفذها فما كناش فهمين يعني حاضر ما هنساعدك بس إيه الوصية وصية إيه دي اللي احنا نساعدك فيها ابتدأ يتكلم وبصوت كان يعني أشبه بالهمس وبدأ يقول الآتي أبويا قبل ما يموت فتحني في موضوع مهم وقال لي إن في حد من اللي ربنا من عليهم بالشفافية ومعرفة الطالع والكلام ده إن في تحت البيت بتاعنا مقبرة مقبرة مليانة أصار وإنتوا عارفين المنطقة اللي احنا سكنين فيها منطقة جبلية وصخرية وإيه ما تقال إن تحت المنطقة دي أصار وحاجات وإحنا ما كناش بنصدق كنا عيال صغارين بس الموضوع لما اتحكى لي من أبويا اللي ارحمه لأ المرة دي الموضوع غير والكلام ده كان قبل فترة تعب ويعني ما كانش بيخرف وعبويا قال لي إن في مقبرة تحت البيت وإداني رقم الشيخ اللي قاله على المعلومة دي وراجل ده أنا كنت شفته في البيت عندنا مرة مرتين كان مع أبويا الحاج اللي ارحمه بس أنا كنت فكره صاحبه يعني ما كنتش متخيل إن الموضوع يبقى كده من الآخر كده أبويا وصاني إن أنا أفتح المقبرة دي وقال لي كمان على الطريقة بس هي الطريقة مش سهلة وأنا مليش غيركم هتساعدوني وتقفوا جنبي والدنيا تتفك علينا إحنا التلاتة ولا إيه أنا على فكرة كان ممكن أتصرف لوحدي بس إنتوا عارفين إن أنا دايماً بحبكم وإن أنا مليش غيركم والمصلحة لما تعم علينا إحنا التلاتة إحنا التلاتة هنتنغنغ وأنا بصراحة كده يهمني مصلحتكم زي مصلحتي بالزبط فها قلته إيه الحقيقة أنا كنت بسمعه ومش متخيل مش متخيل طارق اللي أبوه لسه متوفي من أربعة أيام بيتكلم في إيه أصار إيه ومقبرة إيه وشيخ إيه اللي كلمه وقاله الطريقة طارق إنت مش شايف إن الموضوع ده يعني أنا مش عارف اللي أقولك إيه هو ده وقته أنت بتتكلم في إيه إمتى أحذرنا أنا آسف عدم التربة اللي لسه دفنين فيها بوكمة يعني كلام ده مش أوانو يعني عمر الرد وقال له أنا متفهم الحالة اللي أنت فيها وأنا عارف أن أنت زعلان على موت الحج وعش كده عايز تعمل أي حاجة هو كان أقيل لك عليها بس طارق الكلام ده بدري عليه والكلام ده أصلا خطر يعني أنا مرجحش حاجة زي دي موضوع زي ده أكيد ممكن يجيب لنا كلنا كارسة فأنا بصراحة مش متأكد إذا كان صح إن إحنا نتكلم في حاجة زي كده ولا لأ طارق اتعصب جدا ومش بس بقى عصبي ده بقى كمان بيعيط وعمال يقول لنا أنتوا مش عايزين توقفوا جمبي وبدأ يتكلم بأسلوب غريب جدا ويقول لنا وأنا غلطان يعني علشان فكرت فيكو ما أنا عارف ظروف كل زي الزفت ما تفرقش كتير عن ظروفي وأنا كان في إيدي على فكرة أن أنا تم الموضوع ده لوحدي بس أنا ما استغناش عنكم ومتعودين إن إحنا على الحلوة والمرة مع بعض اخص عليكم أنتوا قفلتوني خلتوني حس إن أنا ندمان إن كلمتكم ندمان إن حس إن أنا بكلم إخواتي مش صحابي وهو أنتوا لو كان الموضوع ده عنده واحد منكم ما كنتوش هتكلموني ما كنتوش هتقفوا جنبي وتساعدوني هنلحق عليها لعايز أقف جنبكم ومساعدكم ومن باب أولى بدل ما استفاد لوحدي نستفاد كلنا أنا بقولش ساعدوني كده وخلاص أنا بقول ساعدوني والمصلة هتعم علينا كلنا بصت لطارق وأنا جوايا كلام اللي هو يعني أنت مش بتكلمنا علشان أنت مش هتعرف تعمل ده لوحدك فبتلجأ لينا يعني أنا عارف طارق من زمان هو مش وحش ولكن الكلام ووقت الكلام بالتحديد هو ده اللي كان مسبب لي أزمة قلت له طارق بص أنا مش هقولك زي عمر بقى الموضوع ده خطر والكلام ده لأن أنت أكيد مقتنع أنه مش خطر وده واضح من طريق كلامك بس هقولك يا طارق فكر مرة واثنين وثلاثة أنت في حالة نفسية برضو مش كويسة والدك لسه متوفي الله أرحمه دعيله بالرحمة دعيله بالرحمة يا طارق عدى طارق الفترة اللي أنت فيها دي على خير وخليه جنب أمك وخواتك يعني أنا مش عارف أنت بعيد عنهم ليه دلوقتي أنت دلوقتي المفروض شغلك الشاغل تبقى جنب أمك وخواتك أكتر من كده ما تفكرش سيب الموضوع ده يا طارق واركنه على جنب وبعدين بحطه في دماغك وفكر فيه ومن غير ما عمر يتكلم وأنا عارف أنه هيوفقني في الرأي إحنا معاك في أي حاجة بمعنى أن إحنا معاك على الحلوة والمرة زي ما أنت لسه قيل ده مش كلام إحنا أخوات أكتر من كنا صحاب بس عشان خاطر أبوك الله يرحمه بالله عليك انسى الموضوع ده دلوقتي طارق قاعد يولينا أنتوا أحبطوني أحبطوني ورح واخد بعض وماشي بسيط العمر وبصراحة عمر ما كانش عنده أي إضافة على الكلام اللي أنا قلته هو كان موافقني الرأي يفوت وقت وإحنا طبعا بنتقابل وبنتكلم بس ما بنجيبش سيرة الموضوع ده خالص خالص ولا حتى طارق ولكن حاسين أن في حاجة متغيرة في طارق دي حاجة ما نقدرش ننكرها عد وقت وما كناش عارفين عدى قد إيه لحد ما طارق كلمنا في يوم تاني برضو بس ده كان عدت مدة طويلة وكان اليوم ده هو الأربعين بتاع والده كان فات أربعين يوم على وفاته فطبعا مشغلين قرآن في البيت كل يوم ده يوم عائلي يعني مش عايز أقولها مناسبة ولكن إحنا ملناش إن إحنا نروح ولكن طارق كلمنا تعالوا رحنا فتح لنا الشقة اللي كانت في الدور الأرضي دي ما كانش حد قاعد فيها تقريبا في البيت بتاعهم ودخلنا قعدنا في الشقة وطارق جاب لنا حاجات نشربها وكان برضو البيت كله يعني القرآن كان شغال فيه بصوت عالي البيت كله بالكامل وبعد شوية كده والدنيا هديت شوية وقرائبهم اللي كانوا موجودين مشيوا بدأ طارق يتكلم ويقول أظن دلوقتي عم أيمان أنت وعمر حدش فيكوا ليه حجة نهاردة الاربعين بتعبوا يا الله أرحمه عد وقت خدنا كفايتنا من الحزن ودعناه لو أرناله كتير ربنا أرحمه ويسكنه فسيح جناته نتكلم في المهم بقى فاكريني الموضوع اللي حكيت لكم عنه موضوع المقبرة لسه عمر هيتكلم قاله بص يا عمر بالهداوة كده أنا كلمتكم إنتو اللي اتنين علشان عارف إن انتو مش هتجيبوا سيرة لحد وحشان إنتو إخواتي وعلشان إنتو إخواتي أنا هقول لكم الموضوع بالكامل جي معاكم تبقوا معايا وفي ظهري كان بها مجاش الموضوع معاكم خلاص أنا مش هادرة بحد على إيده بس وقتها ما تزعلوش مني لو أنا اتغيرت معاكم لإني كده هبقى أنا اللي عايز أقف في ظهركم وإنتو مش عايزين تقفوا في ظهري هبقى أنا اللي فكرت فيكم وإنتو اللي نسيتوني الموضوع مش كبير يا عم عمر ومش خطر أنا طول اللي يام اللي فات دي الموضوع مغابش عن بالي لحظة وعرفت كل حاجة أنا هقول لكم واللي إنتو عايزين تعملوا وعملوا بس أنا بخلصت ضميري قدام ربنا وعرضت عليكم الاستفادة عايزين تستفيدوا استفيدوا مش عايزين يبقى أنتو اللي وش فقر أنا تأكد إن فيه مقبرة تحت البيت اتصلت بالشيخ المحمدي اللي أبويا ساب لي رقمه وجبته شرح لي الموضوع كله والموضوع كله بسيط مش هياخد مننا أيام كام يوم نخلص فيهم الموضوع وكل واحد ينسى حياته القديمة دي تماما لإن اللي جاي حاجة تانية بقى خالص عربيات وقصور ودنيا أنتو ما كنتوش حتى تحلاموا بيها وأنا مش بقول كلام عالفاضي أنا عارف إنه هو كلام أفلام بس أنا أتأكد لي وبيلقى دلة الراجل وراني أنا شفت بعيني شفت بعيني دي اللي هياكلها الدود كل حاجة متزبطة مفيش حد فيكم له حجة فاسمعوا بقى الموضوع كله بيتلخص إن المقبرة دي عليها حماية جميل الحماية دي بقى هيفكه لنا الشيخ اللي إحنا إن شاء الله هنرضيه بعد ما نخلص بمبلغ محترم هو كان رافض إنه هو ياخد فلوس وهو قال لي أنا بنور الناس كده لوجه الله بساعدهم بس أنا قصريت برضو علشان يساعدنا للآخر إن أنا أراضيه وطول الفترة اللي فات دي أنا كنت براضيه يعني ربنا يعلم أنا طلعت فلوس قد إيه بس كله في الآخر لمصلحتنا فاسمعوا الراجل ده اتفق معايا إنه هو هيديني شوية حاجات كده أرصها في البيت هعرفكم الحاجات دي إيه هي الحاجات دي بأمر الله يعني كله بأمر الله هتفتح لنا أبواب الحماية بمعنى أنا زي ما قلت لكم المقبرة دي عليها حماية عليها حراسة حراسة من تعارفين بقى من الجن المهم البواب اللي هيفتحها لنا دي أو الحاجات اللي هيدهالي علشان الأبواب دي تتفتح هتسهل علينا الدخول حفرنا ودخلنا طلعنا الحاجة خلصت الحكاية في أسهل من كده مفيش يعني مفيش العواء اللي انت عملت فكر فيه دا عم عمر أنا برضو مش غبي صوت طارق مع القرآن اللي كان شغالي يعني مكانش محسسني خالص إن الكلام ده لايق على الوضع اللي احنا كنا قاعدين فيه فروض إن دا يوم الأربعين بتاع وفاة شخص كان يعني أب اللي زملنا أو صادقنا فالكلام اللي بيتقال تقيل جدا على وداني قلت له طارق بص أنا هقول لك على حاجة احنا معاك يعني أنا عن نفسي معاك مش علشان حاجة ومش علشان فلوس وصروة والكلام ده علشان أنا شايف إن انت مهوس بالموضوع وأنا بصراحة مش مصدق وطالما يا عم انت مزبط الدنيا كلها كده توكل على الله وإحنا معاك عمر انت فيه مشكلة معاك عمر كان أغلب واحد فينا تقريبا سكت رده قال ما فيش باليد حيل أنا معاك طارق طبعا بلزة الانتصار كده فرح جدا وقام رح طالع موطل للقرآن شوية ورح جاي عايز بقى يكمل الكلام يكمل الخطة اللي هو بيقول عليها وبدأ يتكلم تاني بص بقى الموضوع هيمشي كالآتي هنقسم الشغلان علينا أنا عن نفسي من النهاردة زي ما الشيخ قال لي من يوم الاربعين أبتدي أوزع الورق ده في البيت الورق اللي هو من دوره أنه هو يفتح لنا الأبواب بتاعة الحماية وعن طريقه طبعا كل حاجة بعد كده هتتسهل إن شاء الله يعني ده من النهاردة هيبدأ الحاجة التانية ودي اللي أنا عايزها منكم إنت أيمن إنت وعمر هتجولي كل يوم أو يوم ويوم على حسب ما هنتفق ولشان بقى منصرش الشكوك ونعمل قلق في المنطقة الناس كلها في المنطقة عارفة بويا وزي ما انتوا شايفين سرته الطيبة مخليها المنطقة كلها زعلانة على وفاته فإحنا كل اللي هنعمله إن إحنا هنموه على اللي إحنا بنعمله جوه البيت وبإيه بالقرآن هنشغل قرآن علشان حاجتين الحاجة الأولانية طبعاً وفاة الحاج يعني لازم نشغل قرآن ما هنشغل إيه غاني الحاجة التانية علشان ما يسمعوش الصوت اللي هيحصل جوه البيت تقولوا لي صوت إيه هقول لكم من بكرة كل واحد فيك وهو جايلي هيجيب لي معاه حاجة حاجات هنحفر بيها في الشقة هنا ما هنا هنحفر هنا في الشقة دي وما حدش ياخد باله من أي حاجة الشقة دي أصلاً مقفولة وما حدش بينزلها وما فيش حد معاه المفتاح غيري عشان بس تطمنه الحفرة هيبقى جوه في الأوضة اللي جوه هناك دي انت هتجيب حاجات وانت هتجيب حاجات هقول لكم عليها وتجيبوها بكرة هنبتدي نحفر بالهداوة والقرآن هيبقى صوته شغال في المدخل بتاع البيت بصوت عالي متفقين؟ الورقة بقى للشيخ الدهولي هيخلينا وإحنا بنحفر ما نحفرش لوحدنا الموضوع هيتساهل علينا بطريقة كده هو الهالي أنا مش عايزة أخوفكم بيها في حاجات هتساعدنا بسيط لطارق اللي هو هو أنت الحياة هتعمل كل ده إمتى؟ أنت طول الاربعين يوم دول بتخطط وبتفكر بقى ولا زعلان على بوك؟ ولا على رأيك الحزن في القلب تحزن على مين يا راجل؟ بطريقة بصة طارق أنا مستغرب كلامك لحد دلوقتي جدا جدا أنت مش متخيل ومش عارفت أجيبت منين دماغ تفكر في كل ده ولكن أنا ما عنديش مشكلة مع اللي أنت بتقوله ده أنا قلت لك إحنا معاك بس هو سؤال بقى سؤال واحد أنت أقلم خليك مالي إيدك من الراجل ده ليه متأكد أن فيه أثار تحت بيتكم؟ رد علي وقال لي هجاوبك هجاوبك إجابة تقنعك وأوريك بنفسك بس توافق في الأول توافق وتوعيدني أنه لا حد يعرف بالموضوع ده وأنكوا تساعدوني بطولة بصة طارق بعيدا بس عن كلام أقول لحد والهابل ده أنا وعمر معاك عمر لسه يكلموا تقوله عمر إحنا كلنا مع بعض في الأول في الآخر إحنا مش هنسيبه لوحده بس عشان تبقى فاهم برضه طارق لو زي ما قال عمر الموضوع ده فيه خطر ولا فيه من وراء مشكلة إنت هتشيلها لوحدك إحنا ملناش دعوة هي قاس سيئة بتعم بس لو حصل حاجة دي سيئتك لوحدك إحنا بس كنا بنساعدك ولو إنت قلت غير كده لو حصلت مشكلة لأقدر الله أنا مش عايز يحصل مشكلة أكيد بس لو إنت قلت غير كده أنا ساعتها مش عارف إحنا ممكن نفكر فيك إزاي وممكن أصلا نعمل معك إيه وهيا مش قلتلي يا هتوريني وريني اقنعني وصحيح قبل ما تقنعني في حاجة صغيرة كده بس أنا عايزة أنبهك ليها لو هتقول إن الناس اللي بره دول مش هاسمعوا الحفر علشان صوت القرآن أهلك هنا في البيت إيه مش هحسوا برضو رد علي وقال لي أمي مش قادرة تقعد في البيت اليومين دول وقعد عند أختي من ساعة اللي حصل وما جاتش النهاردة غير بس علشان اللي أربعين علشان تستقبل الناس وبعد كده هترجع تقعد تاني عند أختي ولسه قدامها ولا أسبوعين على ما تتحسن وترجع أنا مرتب كل حاجة ومش عايزكم تشغلوا بالكو بأي حاجة تانية أهم حاجة النفذ اللي قلت عليه بالحرف عملنا كده؟ خلاص الدنيا هتمشي زي الفل وأنا مرتب لها وعلشان تقتني عسيدي انت وهو فأنا هوريكو وراح قايم طارق راح على باب الشقة اللي احنا كنا عاديين فيها تحت دي وراح قافل الباب كان الباب مفتوح كده متوارب قافلوا وقالينا تعالوا معايا دخلنا على قوضة كده جوا الأقوضة كانت مقفولة متجنزرة كده بإفل طلع مفتاح وفتح الإفل وفتح لنا الأقوضة الأقوضة كانت ضلمة جدا مفيش فيها أي شبابيك أو تقريبا كان فيها شباك أنا خدت بالي إنه فيه شباك بس متقفل متقفل بخشب خشب من اللي هو التقييل اللي هو بتاع البونة ده أول ما دخلنا الأقوضة الأقوضة من جوا حر جدا حر حر يعني مع أن الأقوضة كانت فاضية خالص ما فيهاش أي حاجة لا عفش ولا أي حاجة ما فيش غير سجادة بس على الأرض سجادة مش مستوية كده على الأرض دخل طارق شالي للسجادة دي علشان يلاقي من تحتها بلاط متكسر بلاط متخلع من مكانه وكان فيه بوادر حفر زي ما يكون حد ابتدى يحفر وبعدين وقف قعد طارق يزيح بإيده كده البلاط اللي على الأرض ده وبدأ يخبط بإيده على الأرض وكان فيه زي سيخ معدن مغروس في نص الحفرة دي سيخ معدن أنا معرفش وهواصل لحد فين المهم بعد الخبط اللي على الأرض ده رح ماسك الالسيخ ده وبدأ يخرجه من مكانه ويهبده على الأرض أو يعني يدخله في الحفرة اللي هو كان فيها تاني بدأ يعمل كده أكتر من مرة واللي كنا بنسمعه هو ده اللي كان غريب المفروض يعني أنه لو فيه حاجة تحت الالسيخ ده هتخبط الخبطة العادية ولكن أنه السيخ ده ينزل لتحت في الأرض يغبط في حاجة معدن ونسمع صوت صوت معدني كأنه بيغبط في حتة حديد مثلا ده اللي كان غريب شوي ضرب عليها كذا مرة سمعنا صوت المعدن وتأكدنا أنه اللي تحت ده مش أرض فيه حاجة معدنية فعلا تحت الأرض الحاجة المعدن دي إيه إحنا لسه مش عارفين بس واضح أنه طارق عارف لأنه بصلنا وهو بيدحك وقال تحت عمك كم متر من الأرض دي فيه باب الراجل قال لي أنه أول ما هنوصل هيتفتح هنقرأ كم حاجة كده وهيتفتح سمعين الصوت ده؟ ده صوت الباب هو ده بقى اللي مخليني بتكلم بقلبه وعارف أنا بقول لكم إيه خلاص متفقين يلا بينا بقى نطلع علشان لو حد نزل من فوق طلعنا وقفلنا الأوضة قفلها تاني بالقفل اللي كان معاه وأنا وعمر مشينا على مدار أيام كنا بنفس خط الطارق بأسرار شديد جدا منه عملنا كل اللي هو قال عليه نجيب العدة ونقعد نحفر ونشغل القرآن زي ما هو قال وطبعا القرآن بصوت عالي علشان يغطي على صوت الحفر اللي احنا كنا برضو حارسين إنه ما يبقاش عالي التراب كنا بنوزعه على جوانب الأوضة علشان نعرف نكمل في الشكاير كده كنا بنعبيه في شكاير ونحطه على جنب الغريبة إنه وقت الحفر حقيقة كنا حاسين إنه إنه إحنا مش بنحفر لوحدنا وكأن فيه نوع من أنواع المساعدة بتحصل في شيل التراب في تعبيته في الشكاير في شيلة الشكاير نفسها وحطها على جنب كنا حاسين دايما إنه فيه حد معانا فيه إيد بتساعدنا إحنا مش شايفينها المجهود كان أقل والتعب اللي كنا بنحس بيه ما كانش بيطول واستمرين على كده كام يوم واللي خلينا نتأخر في إنه إحنا نوصل للعمق المطلوب هو إننا كنا بنحفر زي ما قلت بشويش جداً علشان ما حدش ياخد باله مهما كان صوت القرآن عالي كان برضو هيحصل صوت لو إحنا كنا تغشمنا شوي كان كل ده الحد اليوم الموعود اللي عمري منسى أبداً بس قبل ما أحكي اللي حصل في اليوم ده قبلها بيوم كان الحفر خلص ووصلنا الباب معداً فعلاً كان مصدي باب حديد كده مصدي قديم وتقيل حاولنا نحركه ما قدرناش وحتى طاري نفسه منعنا إننا نحرك الباب ده طاري قالنا إنه خلاص فضل خطوة واحدة بس وهو اللي هيقوم بيها سألته أكتر من مرة إيه الخطوة دي قاليني دي حاجات ألهاله الشيخ وأنه لازم يلم الورق اللي هو قالها يلمه من البيت لأنه زي ما قال في الأول هو موزع ورق على البيت بالكامل وده اللي من دوره نواه يساعدنا على فتح الأبواب المغلقة قالينا إنه تاني يوم هنروح علشان في حاجة أخيرة هنعملها وبعد كده الباب هيتفتح ونلاقي المقبرة اللي هو قال عليها لما سألت طاري على الحاجة دي برضو ما ردش وكان باين عليه أو أنا لاحظت عليه التوتر والقلق ولكن أنا قلت في قرارة نفسي كده أنا مليش علاقة خالص بالحاجات اللي هو بيعملها مع الشيخ دي أنا كل اللي ليه إن أنا ساعده في موضوع الحفر ده وخلاص لكن غير كده الحاجات بقى السحر والحاجات اللي بيعملوها مع الشيخ دي أنا مليش علاقة بيها خالص لحد تاني يوم كان المفروض نتقابل الساعة 11 بالليل طاري كلمني وقال لي إنه هيأخر المعاد النهاردة ساعتين فسألته ليه قال لي علشان أمه تقريباً راجع البيت النهاردة وهو مش عايزة تحس بأي حاجة لحد ما تمشي بكرة فهنأخر المعاد ساعتين على ما هي تكون نامت طوله ماشي ما فيش مشاكل أنا هنزل أععد على القهوة أشرب في إن كان القهوة بتاعي واجيلك يكونوا الساعتين عده وفعلاً نزلت أعادت على القهوة وبعد ساعتين رحت له وصلت عند البيت عنده اتصلت بيه ما ردش قعدت نادي عليه برضو ما ردش لحد ما في النهاية ظهر من بلكونة الدور الأول وقال لي إنه نازل يفتح لي وأخد وقت طويل جداً علشان يفتح لي قعدت نادي عليه تاني واتصل بيه واتصلت بعمر برضو اللي أنا ما شفتوش جيه لحد دلوقتي والتنين ما كانوش بيردوا في النهاية خرج لي بعد تقريباً حوالي ربع ساعة وحدف لي المفتاح دخلت وقبل ما ادخل الشقة وانا في مدخل البيت بتاعهم طارق كان شكله غريب وشه أحمر زي الدم هدومه زي ما يكون كده لسه لبسها ولبسها غلط كمان لما ربط عليه لقيت في وشه كده كذا خربوش وفيه دم كده مكانه كان ممسوح ودراعه كله أحمر قلت له فيه ألم مالك شكلك عامل كده ليه قال لي لا لا ما فيش ما فيش حاجة انت شربت القهوة بتاعتك قلت له آه شربت القهوة مالك فيه ايه يا ابني في اللحظة دي حسيت ان طارق بيعطلني بيماطل في الكلام مش عايزني أدخل على عكس كل مرة احنا كنا بنيجي هنا فيها كان بيدخلنا على الشقة على طول علشان ما يثرش الشكوك كنا بندخل على الشقة عدل دلوقتي هو واقف عند باب الشقة من برا في المدخل بتاع البيت وعمال يتكلم معايا ومش عايزني أدخل وعمال يقول لي انا تعبان انا حاس ان انا مش قادر اكمل النهاردة ما ادخلين بكرة قلت له طارق فيه ايه انت مش منزلني من البيت ومقعدني على القهوة ساعتين علشان لما اجيلك تقول لي خلينا بكرة فيه ايه فهمني وما لوشك عامل كده ليه ودراعك فيه ايه هو الولى عمر فين مجاش قبل ما كمل السؤال بتاع عمر مجاش لقيته بيقول لي لا لا مجاش هو هو ما كلمكش تقول لي لا ما كلمنيش وانت مش المفروض تكلمته علشان يجي هو كمان متأخر ساعتين زي ولا ايه قال لي اه انا 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 كلمته بس هو قال لي ان هو نازل مشوار مع ابوه مش هيعرف ييجي فعلشان كده بقولك نأجلها البكرة بتقول طارق فيه ايه انت عملت ايه انت شكلك مش مظبوط ليه ومش عايز ندخل الشقة ليه كمان ما توسع كده وروح تزاق والمفتاح كان هو سايبه في الباب فتحت ودخلت القوضة كانت متواربة دخلت القوضة واهل ما دخلت اتصدمت القوضة على الحيطان بتاعتها كلها دم دم متعلم بكفوف ايادي على الحيطة اهل ما لقيت المنظر ده كان هو ورايا احتقول له هو ايه ده هو ده اللي الشيخ قالك تعمله تنجس المكان بالدم دم مين ده طارق دم مين انت قاعد يتلاجلج ويقول لي لا لا ده مش دم ده 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 حيبر احمر وانا متأكد انه دم انا مش مغفل انا عارف ريحة الدم القوضة كلها ريحتها دم الغريبة او اللي انا لاحظته انه انه لما بصيت على الارض في الحفرة اللي احنا حفرناها او على الباب الحديد اللي المفروض ظهر لنا مبارح وانا شفته بعنايا ما لقيتش اي حاجة لا باب معدن ولا اي حاجة من اللي شفناها مبارح كانت حفرة عادية جدا مليانة طينة وصخر بس مفيش ابواب وفيه في الطينة ورق كتير متقطع مساكت في طارق وقعدت اشد فيه وقول له دم مين ده يا طارق وقضيت عمر فين قتلته قتلت صاحب عمرك يا طارق وعلشان ايه استفدت ايه عملت ايه في عمر يا طارق الدم اللي هلالحطان دم عمر مش كده عمر ما بيردش علي من اول اليوم عملتي فيه ايه ابتدى يعيط ويزقني ويمرمغ نفسه في الطراب يقول افلوا البوابة افلوا البوابة ومش هيفتحوها تاني نزلت عليه بقيت اضربه برجلي وقول له انت خاينة طارق انت بتفكر في ايه انت غدرت بعمرة علشان غلبانه عمره معارضك عمره ما قال في حقك ولا حق حد كلمة وحشة ليه كده يا اخي عملك ايه علشان تعمل فيه كده تخضر بيه بالطريقة دي ليه ليه يا اخي حرام عليك بتقتل صاحبك علشان ايه بتضحي بصاحب عمرك علشان ايه على كده كنت ناوي تضحي بيه انا كمان كنت ناوي تستدرجنا انا كمان في يوم تاني وتضحي بيه علشان اللي انت بتعمله منك لله يا اخي منك لله ده انا اللي اقنعت ويعمل كده علشانك انا اللي قلت له نقف جنبك تقوم تخضر بيه تخضر بيه يا طارق حاسبي الله هنعمل وكيل فيك حاسبي الله هنعمل وكيل فيك يا اخي ربنا مش هيسيبك حينتقم منك يا طارق تشطهن يا اخي تنتشطهن بعد يوم المنطقة كلها تقلبت عند بيه طارق وده ببساطة علشان انا بلغت بلغت عنه وقلت كل حاجة الشرطة طلعت جسد عمري من شكاره من شكار الرملة طلعوه مدبوح وجسمه متقطع نصين تعتبروني شاهد ملك لما حكيت لهم كل حاجة ولما كمان اكدت ان انا كنت في حتة تانية وقت وقوع الحادثة وان انا في القويل كنت بساعده بس لما عرفت نواياه قررت ان انا بلغ عنه من يومها وانا حاسس بالذنب ناحية عمر عمر اللي انا وفقت بنياب عنه وجريته الكل ده عمر انا اسف والله العظيم اسف انا لو كنت اعرف ان كل ده هيتسبب في موتك وبالطريقة دي وعلى ايد مين على ايد طارق صاحبنا انا كنت عمري ما هوافق ابدا ما كنتش عمري هعمل فيك كده انا اسف يا طارق بجد اسف يا ريت تكون مسامحني وعارف ان انا ان انا والله ما كان قصدي انا تقول عمري عارف ظروفك ولما فكرت في الموضوع ده وفقت بالنياب عنك والله كان في بالي الظروف اللي بتمر بيها كنت عارف ان الدنيا مقفلة معاهك وان انت كنت بتحكيلي انا دولا عن كل الناس وعشان كده وفقت وفقت لما حسيت ان ده ممكن يساعدك ما كنتش عارف والله ما كنت عارف سامحني سامحني يا عمري بكده تكون انتهت القصة اتمنى تكون عجبتكم الاحداث الحقيقة اللي حصلت في القصة دي حصلت هنا في مصر وكتير جدا بنسمع عن حاجات زي دي كتير جدا الناس بيخيل ليها او بيتم اقنعها بشكل او باخر ان في حاجات تحت بيتهم اثار وما الى ذلك وبيتم تغفلهم تماما عن اللي هيحصل وفي النهاية بيفوقوا يلاقوا نفسهم مسببين كوارث فما تتسقوش في اي حد وبلاش احلام السراء السريع والاثار اللي هتيجي تنغنغن على اخر الدنيا دي خلاص بقى كلنا عارفين ان تجارة الاثار اصلا حرام فبلاش نصق في كلام الدجالين ده تمام الحاجة التانية بقى لانا عايز انوه عليها النهار ده هي القناة هتلاقوها تحت في سندوق الوصف قناة محمود خاري اللي فيها المحتوى الصوتي والمرقي اللي انا كنت عايز اقدمه حقيقة وسرق مني الفكرة بس انا طبعا شجعه جدا للنهاية لانه فعلا بيقدم محتوى انا كان نفسي اقدمه ولكن هو بيقدمه بشكل احسن ومتطور كتير جدا عني لانه مش بس بيناقش المواضيع اللي انا بتكلم فيها لا ده بيناقش مواضيع اهم واكبر بكتير فدخلوا على القناة هتلاقو حاجات كتير جدا تعجبكم وهتلاقوني انا شخصين هناك فندعموا كلنا علشان احنا كمال لما نعمل محتوى زي ده نبقى بالنفسه وبس كده ياريت لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين تفعلوا زر الجرز علشان يوصلوكم كل جديد شوفكم الحلقة اللي جاية تصبح على خير اشتركوا في القناة